أخر أغلق اليوم ضحايا الوعدة الصادق الطريق الوطني رقم ثمانية رابط بين أسورة الغزلان ومدينة بوسعادة احتجاجا عن عدم وفاء المسؤول الأول ومالك المؤسسة ملاي صالح لوعده ويرجع أموال الضحايا هذا ويطالب ضحايا سوق الوعدة الصادق يطالبون باسترجاع أموالهم ولقاء صالح ملاي الآن نحاول ربط الاتصال بأحد شهود عيان المتواجدين بالمنطقة أهلا بك سيدي أهلا بكم سيدي ربما أنت الآن متواجد بالمنطقة الآن قلت لنا فيما سبق عندما اتصلنا بك قلت أن هناك احتجاج وغلق للطريق من طرف ضحايا الوعدة الصادق نعم بالسأل أولا مساء الخير بالتالي كنت شهد عيان ربما كنت مار على طريق الوطني رقم ثمانية المقل رابطنا بين مدينة سور عزلان ومدينة فيدي عيسا نحو الجنوب كان هناك مجموعة من ضحايا الوعدة الصادق الذين تجمهروا صابحة اليوم من مختلف الولايات بحسب الترقيم منتع السيارات لكنت ماركونا بالقرب من النطر الصادق لشركة الوعدة الصادق بعد توقفي هناك لاحظ أنه كان هناك ربما حالة من الغليان والاستياء من قبل الضحايا الذين عبروا عن استياءهم مدينة للوعود التي تطلق في كل مرة حتى ربما وصل بهم العمر إلى الخروج إلى الطريق الوطني وتم غلط الطريق مستعينين بالحجارة وكذا قبل أن تتدخل ربما أن يتم طفل الاحتجاج وتحويلهم إلى سيئة أخرى لأن هذا سيناريو أصبح متكرر في كل مرة نعم سيدي فقط بعد هذا الاحتجاج هل الشهداء النوع أو هذا الاحتجاج خلف تخريب من طرف هذا المحتجين لا لا كان احتجاج سلمي ربما الأشخاص كانوا في درجة من الاستياء واليأسة ربما بتقدم ثقة باستعادة أموالهم إلى أنه كانوا مسالمين وكانت هناك وقتا احتجاجية إلى أن تم طفل الاحتجاج نعم شكرا لك السيدي كنت مباشرة معنا عبر الهاتف من المنطقة أو من الطريق رقم ثمانية رابطة بين سورة الغزلان وأيضا أبو سعادة شكرا جدا